اهلا وسهلا بكم اعزائي طلبات وطالبات الصف الثالث السنوي الصناعي طبعا احنا خدنا موضوع التكامل في الحلقة السابقة طيب وقلنا ان التكامل هي عملية عكسية للاشتقاق طيب لما جينا واحنا بنكامل نزود القس واحد ونقسم على القس الجديد ولما يديني يقولي تكامل قوس بتاخله مقدار من الدرجة الاولى يعني على طول نكامل القوس على مشتكة ما بداخل القوس زائد مقدار سابت سابت ليه؟ لان التكامل غير محدد بعد كده لو خدنا ان القوس قس عدد في مقدار جابري في مشتكة ما بداخل القوس قلنا نكامل القوس بس ونضيف مقدار سابت النهاردة في حلقتنا هناخد بعض التطبيقات على نفس الكلام وهنشوف التطبيقات تكون ازاي مثلا معدلة المنحنة طبعا هو بيجيب لك ميل المماس تخلي بالك ان ميل المماس هو المشتكة الاولى يبقى هو لما يقولك ايه اذا كان ميل المماس تعرف ان هو ميديك المشتكة الاولى طيب تعالا بقى نشوف الكلام ده على الورق معنا بعض التطبيقات على التكامل تعالا بيقولك معدلة المنحنة للدلة ده السين بيساوي تكامل ميل المماس اللي هو المشتكة الاولى زي ما احنا قلنا بالنسبة للمتغير اللي موجود عندي هنا سين يبقى بالنسبة لسين ناخد مثالي كده مثال اللي مكتوب عندي ونبدأ نتعامل معاه بيقولي اوجد معادلة عائلة المنحنيات التي ميل المماس عند اي نقطة سين وساط لها يساوي تلاتة سين تربيع ميل المماس يبقى المشتكة الاولى هنا تلاتة سين تربيع ثم معاين معادلة المنحنة منها الذي يمر بالنقطة واحد واثنين هقوله طيب بسيطة جدا هقوله معادلة المنحنة ساط بيساوي تكامل تلاتة سين تربيع ايه المتغير الموجود هنا يبقى بالنسبة لسين طيب نعمل ايه تاني طب نكامل يبقى بيساوي تلاتة سين قص تلاتة على تلاتة طبعا راحة التلاتة مع التلاتة زائد مقدار ثابت ثابت التكامل طيب هنا عندي قال لي المعادلة المنحنة الذي يمر بالنقطة واحد واثنين يبقى النقطة واحد واثنين تنتمي للمنحنة صاد عوّب بيها تعالى نشوف كده يبقى صاد بكام باثنين وسين بكام بواحد زائد ثابت تعالى بقى كده اودي النقح يا التانية الواحد يبقى الثابت بيساوي اتنين نقص واحد يبقى الثابت بيساوي واحد يبقى اصبحت معادلة المنحنة اصبحت ايه صاد بيساوي سين تكعيب زائد الثابت اللي هو تلاتة اكمته بواحد يبقى انا عملت ايه يبقى على طول تطبيق مباشر للقانون ما تفكرش في اي حاجة بص اللي انت بتعمله ايه عملت قلت معادلة المنحنة صاد بيساوي تكامل من المماثل اللي هو من دهولي بالنسبة لسين زود القس واحد يبقى سين قس تلاتة على تلاتة راحت مع التلاتة دي يبقى اصبحت صاد يبقى سين قس تلاتة زائد ثابت ثابت التكامل طيب قال لي ان المنحنة ده يمر بالنقطة واحد واثنين يبقى عوض عن سين بواحد وصاب بكام؟ باتنين صاب باتنين وسين بواحد زائد ثابت اودي دي الناحية التانية باشارة مخالفة يبقى الثابت بيساوي اتنين نقص واحد يدينا واحد يبقى الثابت يبقى معادلة المنحنة بيساوي ايه؟ سين قس تلاتة زائد واحد هي دي المعادلة المطلوبة مني كده انت لازم ان تعرف يبقى اول تطبيق احنا اخدناه اللي هو عبارة عن ايه؟ معادلة المنحنة يبقى لما يجب لك معادلة المنحنة يوجد معادلة المنحنة الذي يميل المماس له يبقى على طول تاخد تقول صاد بيساوي تكامل الميل المماس اللي موجود عندي بالنسبة للمتغير سين وبعد كده بيقول لك المنحنة يمر بنقطة يبقى عود بالنقطة دي عشان يجيب ثابت التكامل وبعود في المعادلة اللي هو من دهاري وخلاص على كده اللي هي واحد اللي هي دي تعالى بقى كده نشوف كمان مسألة ونشوف احنا بنعملها ازاي المسألة التانية بيقول لك ايه؟ اوجد معادلة المنحنة الذي ميل المماس له عند اي نقطة واقع عليه سين وساط يساوي تلاتة سين تربيع نقص اربعة سين زائد خمسة علما بانه يمر بالنقطة واحد واثنين طيب نفس الكلام بالزبط اجا اشتغل تعالى نشوف كده بالراحة ونشوف احنا بنعمل ايه بص معايا لما ييجي اقول له معادلة المنحنة ساط بيساوي تكامل عندي ايه؟ ميل المماس يبقى تلاتة سين تربيع نقص اربعة سين زائد خمسة المتغير عندي ايه؟ سين بالنسبة لسين يبقى هنا لما اجا اشتغل باشتغل ايه؟ بالراحة جدا كامل تلاتة سين قس تلاتة يبقى سين قس تلاتة على تلاتة رحت مع بعض مع التلاتة دي اهو تلاتة سين قس تلاتة على تلاتة نقص أربعة سين قس تنين على تنين زائد خمسة سين كم لنا؟ زائد ايه؟ سابت التكامل عشان دي مش محدد بسط تلاتة راحت مع تلاتة هنا فيها الاتنين يبقى سين تكعيد ناقص اتنين سين تربيع زائد خمسة سين زائد سابت دي اللي هي ايه صاد ونسميها ايه رقم واحد طيب هو اللي بيمروا بالنقطة واحد واثنين تعال نشوف بيمروا بالنقطة واحد واثنين هنا اقول بالتعويد بما انا بالتعويد بالنقطة واحد واثنين عود بيها صاد باثنين وسين بواحد يبقى واحد قس تلاتة ناقص اتنين في واحد قس اتنين زائد خمسة في واحد زائد سابت تعال اتنين واحد قس تلاتة بواحد واثنين في واحد باتنين واحد يبقى سالب واحد يبقى على طول موجب خمسة يدينا اربعة زائد سابت تاني صاد باتنين عندي المعارلة ايه على فكرة اهي صاد بيساوي سين تكعيد ناقص اتنين سين تربيع بفكرك بيها زائد خمسة سين زائد سابت اللي انا بقوط فيها صاد باتنين اهي سين بواحد تعال كده واحد قس تلاتة بواحد وهنا واحد في واحد بواحد في ناقص اتنين بسالب اتنين واحد ناقص اتنين يدينا سالب واحد وخمسة في واحد بخمسة خمسة ناقص واحد يدينا كام اربعة زائد ثابت التكامل اود دي الطرف الاخر يبقى ثابت التكامل بيساوي كام اتنين ناقص اربعة يبقى بيدينا سالب اتنين جبت انا ثابت التكامل بسالب اتنين بالتعود في المعالة بتاعتي اللي هي انا سمتها لكم قبل كده واحد يبقى بالتعود في واحد يبقى اصبحت المعادلة المنحنة عبارة عن صاد بيساوي سين تكعيب ناقص اتنين سين تربية زائد خمسة سين سالب اتنين يبقى انا عملت في المسألة دي ايه اول حاجة جبت معادلة المنحنة لما جبت معادلة المنحنة كاملت اللي هو ميل المماثل اللي هو من دهوري طلعت الصورة دي بعد التكامل عودت قالي النقطة واحد واثنين بيمر بالمنحنة تقع على المنحنة يبقى عودت عن سين بواحد وصب باثنين طلعت كيمة ثابت التكامل ورحت معود فيها يبقى هي دي معادلة المنحنة ما فيش اي مشكلة فيها المعادلة المطلوبة مني اه طبعا دي من ضمن الحاجات اللي انت لازم انتخلي بالك منها يبقى هنا اول تطبيق خدناه اللي هو ايه معادلة المنحنة في مسألة كمان وهنتعامل معها بشكل اه اه كويس وانت دايما تكون عارف كل الافكار اللي ممكنة يبقى لو قل لك وجد معادلة المنحنة ببساطة جدا بتكامل ولما تكامل بتضيف ثابت التكامل لان التكامل غير محدد وبتعود بالنقطة اللي تقع على المنحنة تجيب كيمة ثابت التكامل تعود في ناتج التكامل اللي احنا جابناه اللي هو معادلة المنحنة وتبقى هي دي الصورة النهائية المطلوبة منك تعالى بقى كده نشوف المسألة كمان التانية تمرين كمان بيقولك منحنة يمر بالنقطة سفر واحد وميل المماس له عند اي نقطة عليه سين وساد يساوي ايه اتنين سين ناقص نص سين تربيع ايه جد معلق كل من المماس والعمو دي للمنحنة عند النقطة التي احدسيها السيني يساوي ثلاثة يبقى هنا عندي حاجتين انا محتاجهم هو مديني ميل المماس اللي هو ده المشتقة الاولى طيب وقال للمنحنة بيمر بالنقطة سفر واحد يبقى انا المنحنة لما بيمر بالنقطة هجيب معلقة المنحنة وهيطلع التكامل ده في سابت اعوب بالنقطة سفر واحد اطلع كيمة السابت بعد كده اطلع كيمة الميل والميل العمودي وابدأ اشتغل على هذا الاساس طبعا النقطة هنا مش كاملة يبقى عاوز النقطة كاملة ادي كيمة سين لان قال لي احدسيها السيني بيساوي ثلاثة عاوز الصاد كمان يبقى بعد ما محتاج ان انا اجيب معلقة المنحنة عشان اقدر اجيب الايه الصاد وابدأ اشتغل شغلي العادي جدا وطبق القانون معلقة المماس صاد ناقص صاد واحد على سين ناقص صاد واحد بيساوي الايه الميل معلقة المماس معلقة العمود صاد ناقص صاد واحد على سين ناقص صاد واحد بيساوي سالب واحد على الميل تعال نشوف الكلام ده وإحنا بنتبقه هقول له معدلة المنحنة المنحنة صد بيساوي تكامل اتنين سين ناقص نص سين تربيع اتنين سين ناقص نص سين تربيع بالنسبة لسين تعال بقى نكامل ده صد بيساوي نكبر خطنا شوي عشان يوضح صد بيساوي سين قس تنين على اتنين ناقص نص سين قس تلاتة على تلاتة التلاتة تتدرب في الاتنين يبقى ست زائد ايه ثابت يبقى اصبحت معدلة المنحنة هنا صد نبسط سين تربيع ناقص ست سين تكعيب ذائد ثابت دي معدلة المنحنة قال لي ايه؟ قال لي المنحنة ما يمر بالنقطة صفر وكام؟ صفر وواحد يبقى انا اقول بما انه صفر وواحد تنتمي للمنحنة صاد اعود عن سين بصفر وصاد واحد هنا سين بصفر وصاد واحد يبقى واحد وهنا سفر ناقص سفر زائد ثابت يبقى الثابت اصبح بيسوي كام؟ واحد اعود في التعويض في معدلة المنحنة دي اللي هي رقم واحد بالتعويض في واحد لما اعود في واحد اصبحت معدلة المنحنة سين تربيع ناقص سين تكعيب وكاملة الثابت بيسوي واحد هي دي معدلة المنحنة اللي مبتوبة عندي طيب قال لي في المسألة لما تيجي ترجع لها هيقولك ايه؟ اوجد معدلة المماس والعمودي للمنحنة عند النقطة التي احدثيها السيني بيسوي ايه؟ تلاتة يبقى عنده سين بيسوي تلاتة عاوز اجيب بقى ايه؟ صاد في الحالة دي يبقى صاد بيسوي سبعة وعشرين تلاتة قصة اتنين ناقص ستس في تلاتة قصة تلاتة زائد واحد نشوف دي كده بيسوي تسعة ناقص سبعة وعشرين على ستة زائد واحد بالقالة الحزبة هيطلع عندك حداشر على اتنين يبقى النقطة اصبحت تلاتة وحداشر على الاتنين دي نقطة التماس لان ايه؟ بيقولك المماث المماث خلي بالك اوجد معدد كل من المماث والعمود للمنحنة عند النقطة التي احدثيها السيني جبت بيسوي تلاتة اوضع انسيب تلاتة تلعت صاد يبقى هنا النقطة دي برضو تنتمي للايه؟ للمنحنة صاد تعالى بقى كده نبدأ بقى ايه؟ نشوف الوضع هنجيب الميل هو مديني ان دال صاد على دال سين اللي هو الميل بيساوي مديني هو دال صاد على دال سين اللي قال لي ميل المماث اتنين سين نقص نص سين تربيع لو انت مش عارف اشتق ديه اتنين في واحد باتنين سين وهنا تلاتة في واحد بتلاتة على ستة يدينا نص سين قص اتنين طيب نعمل ايه؟ يبقى الميل هيساوي يبقى دال صاد على دال سين الميل هيساوي اتنين عوض في تلاتة مقص نص في تلاتة قص اتنين هنا اتنين في تلاتة بستة وهنا تلاتة في تلاتة آآ بتسعة على تلاتين اربعة ونص يدينا تلاتة على اتنين ادي الميل هحتاج برضو الميل العمودي لاني قال لي معلّة العمودي اقولي الميل العمودي نقولها في الخطوة اللي بعد كده اهو الميل العمودي يساوي سالب اتنين على تلاتة بالمرة كده ما فيش اي مشكلة يبقى معلّة المماس صاد ناقص صاد واحد اللي هو احداشر على الاتنين على سين ناقص سين واحد اللي هي تلاتة بيساوي الميل اللي هو تلاتة على اتنين هنا تجيب بقى اضرب الطرفين يبقى تلاتة سين ناقص تسعة بيساوي اتنين صاد ناقص حداشر 3 في سين بتلاتة سين وتلاتة في تلاتة بเทسعة بيساوي اتنين في صاد باتنين صاد والتنين في احداشر على الاتنين يدين احداشر. خليها معلّة صفرية ناقص اتنين صاد زائد اتنين بيساوي صف لان ده هنا يبقى سالب حداشر ووديته الناحية التانية يبقى سالب تتساعة زائد حداشر طيب يبقى دي معادلة المماث طب معادلة العمود نفس الكلام صاب ناقص حداشر على الاتنين على سين ناقص تلاتة بيساوي سالب اتنين على تلاتة اضرب الطرفين والوسطين اتطلع عندك المعادلة اربعة سين زائد ستة صاد ناقص خمسة واربعين بيساوي صف نفس الطريقة هنا بالمثل هي دي معادلة العمود دي معادلة العمود ها دي كده اللي انت بتشتغل على اساسه وبتشوف انت بتعمل ايه يبقى لما نيجي مثلا نعيد المسألة دي تاني ونوضحها لك قوي علشان المسألة دي كان فكرتها طويلة شوية هي هي تعال نشوف كده في الاعادة اللي انا بقررها هنا بيقول لك ايه بيقول لك ايه وجد معادلة مديك ميل المماث خلي بالك يبقى انا هجيب اول معادلة المنحنة صاب ساوي تكامل اتنين سين ناقص نص سين تبع بالنسبة لسين لما كاملت زودت القص واحد وقسمت على القص الجديد حزفت بسط هنا سين قص تلاتة على تلاتة تلاتة في اتنين بستة زائد ايه سابت طبعا بعد ما بسط سمتها المعادلة ايه واحد هو قال للمنحنة يمر بالنقطة كام سفر وواحد يبقى سين عود عنها بصف وصاد عودت عنها بواحد تلعو كيمة السابت السابت بيساوي واحد عودت بالتعويض في واحد اللي هي دي لما عودت في واحد عودت في واحد تلعت معادلة المنحنة صاب بساوي سين تربيع ناقص ستس السين تكعيب والسابت اللي هو كيمة واحد هو قال لي ايه معادلة المنحنة عند النقطة التي احدثيها السيني تلاتة اقول له عند المماس عند النقطة بيلمس المنحنة عند النقطة الاحدثيها السيني تلاتة طيب اعود عن سين بتلاتة فين في معادلة المنحنة يديتني صاد تلعت حداشر على الاتنين يبقى النقطة تلاتة لما سين بتلاتة صاد تلعت بيحداشر على الاتنين تنتمي للمنحنة طيب انا عاوز اجيب الميل يبقى اجيب المشتقة الاولى طب لو انتش جبت المشتقة الاولى هو مدهلك اصلا في المسألة مدهلكش انت تقوم على طول اتنين في سين بتنين سين ناقص اشتق ده تلاتة في واحد بتلاتة على ستة يدينا نص سين قص اتنين عوضت بالاحداث السيني اللي هو تلاتة طلع الميل تلاتة على اتنين انا محتاج معادلة المماس ومحتاج معادلة العمود عشان محتاج معادلة المماس يبقى الميل تلاتة على اتنين. يبقى الميل العمودي ثالب اتنين على تلاتة. ببدل. وقلت معدلة المماس. بيساوي صاد ناقص صاد واحد. صاد اللي هي احداشر على اتنين. على سين ناقص سين واحد. اللي هي تلاتة. بيساوي الميل. ودربت الطرفين والوسطين. تلاتة معدلة المماس. تلاتة سين ناقص اتنين صاد زائد اتنين. بيساوي صف. وكذلك عملت ايه برضو? جبت معدلة العمود. وقلت صاد ناقص حداشر على الاتنين. على سين ناقص تلاتة. هي هيها. خلي بالك. وروح تجاي بيساوي الميل العمودي. المقام بسط والبسط مقام. ده ربت الطرفين بيساوي الوسطين. صفيت المسألة تلع في الاخر. اربعة سين زائد ستة صاد ناقص خمسة واربعين بيساوي صفر. دي معدلة ايه العمود. طبعا انت كده خدنا التطبيق الاولاني بتاعنا. اللي هو معدلة المماس. اه اللي هو اه جات معدلة المنحنة من الحاجة اللي موجودة معطاه قداني. اه طبعا احنا خدنا قبل كده المسافة والسرعة والعجلة. هناخد تطبيق النهاردة للمسافة والسرعة والعجلة. بالعكس. احنا خدناها في الاول ايه هي. لما جينا نشتغل قلنا لما بيديني مسافة نيجي نشتقها بالنسبة للزمن يديني السرعة. والسرعة لما نشتقها بالنسبة للزمن يديني العجلة. طيب لو جالي العكس جاب لك العجلة. يبقى العجلة لما جا كاملها. مش احنا قلنا ان التكامل العكس. عملية عكسية للتفاضل او للمشتقة. طيب العجلة لما دي جي تكاملها يديني ايه? اه السرعة. طب السرعة لما جا كاملها بالنسبة للزمن يديني ايه? الازاحة او المسافة. دي كده اللي احنا هنطبع عليه. تعالى نشوف التطبيق كده على الورق وخده بمنتهى البساطة وما فيش اي مشكلة عندي. اهو تعالى ايجاد السرعة والمسافة لنقطة مدية اذا علمت العجلة التي تتحرك بها. اذا تاني ايجاد السرعة والمسافة لنقطة مدية اذا علمت العجلة التي تتحرك بها. السرعة العجلة اللي هو جيم والسرعة اللي هي عين والزمن اللي هو نوع يبقى لو اداكي العجلة لو انا كاملتها بيديني ايه السرعة ولو اداكي السرعة اكاملها بيديني الازاحة او المسافة بالنسبة للايه للزمن تعالى نشوف التمرين ده ونشوف احنا بنشتغل ازاي وخليك انا همشي بطئي معك علشان تستوعب ايه اللي ايه يكون بتتعامل معا فيها بيقولك تتحرك نقطة مادية من السكون في خط مستقيم بعجلة تساوي 6 نون ناقص 2 سنتيمتر لكل سانية تربيع اوجد كل من سرعة النقطة المادية وبعدها عن نقطة البدء بعد 3 ثواني من بداية الحرقة خلي بالك هنا تتحرك نقطة مادية ودي العجلة يبقى مديني العجلة اهو يبقى كاملها يديني ايه السرعة تعالى تشوف الكلام ده وتشوف احنا بنتعامل معا ازاي يبقى انا هقوله السرعة بيساوي تكامل العجلة اللي هي 6 نون ناقص 2 بالنسبة لنون يبقى انا على طول بيساوي 6 نون قص 2 ازود القص 1 واقس مع القص الجديد ناقص 2 نون زائد ايه سابت 6 على الاتنين فيها التلاتة يبقى السرعة اصبحت تلاتة نون تربية ناقص 2 نون زائد ثابت ونسمي دي رقم ايه واحد قالك الحركة من اين من السكون طالما الحركة من السكون يبقى عين من البداية خالص مافيش سرعة ومافيش زمن يبقى معنى كده ان السابت تعود بيها هنا عين بصفر بيساوي صفر زائد صفر زائد ثابت ازا ان السابت بيساوي كام صفر السابت بيساوي ايه صفر يبقى عين اصبحت عندي بتساوي ايه بتساوي آآ تلاتة نون تربيع ناقص 2 نون قادي عين قال لي ايه قال لي عند نون بعد من نقطة البدء بعد تلاتة يبقى نون بيساوي كام تلاتة ثانية يبقى هنا على طول تلاتة في تلاتة قسي اتنين ناقص اتنين في تلاتة يبقى بيساوي واحد وعشرين سنتيمتر على السانية دي السرعة تاني عشان برضو ما تتلبخش ولا تضايق نفسك انا جبت السرعة قلت العجلة كاملتها بعد ما كاملتها آآ عاوز اجيب تثابت آآ التكامل آآ قلت الحركة من السكون طبعا من البداية ما فيس سرعة انا بستعد ما فيس سرعة يبقى عين بصفر يبقى الزمن بصفر عوضت بيها هنا تلعي السابت بيساوي كام بيساوي سفر يبقى عين بيساوي تلاتة نون تربيع نوع ستنين نون عند نون بيساوي تلاتة ثانية يبقى عين بيساوي تلاتة في تلاتة قس اتنين نوع ستنين في تلاتة طلعت واحد وعشرين آآ على السنة تعال بقى كده الحتة دي احنا لسه ما كملناش المسألة لسه ما كملناش بص لها انكمل بقى ايه طيب انا عاوز المسافة لان هو لما قال لي ايه قال لك انا عاوز كلا من السرعة سرعة النقطة وبعدها لو انتهرت المسألة وبعدها وبعدها يبقى عاوز الايه المسافة يبقى انا هقول له المسافة يا باشا تعال نشوف كده يبقى يساوي تكامل تلاتة نون تربيع اللي هي السرعة تلاتة نون تربيع نوع ستنين نون بالنسبة للزمن يبقى هنا على طول نشوف التكامل بتاع الكلام ده يبقى هنا نون قص تلاتة على تلاتة ناقص اتنين نون قص اتنين على اتنين زائد ايه ثابت وهنميزه لان انا قلت اول مرة ثابت يبقى ثابت واحد طيب خلي بالك من اللي احنا بنعمله هنا المسافة في البداية طبعا التلاتة راحت مع التلاتة واللي اتنين مع الاتنين واصبحت فيه شكلها الجديد ابسط شوية نون قص تلاتة ناقص نون قص اتنين زائد ثابت نحط واحد جنبها للتمييز اهي قل لي بالك من حاجة هنا المسافة عند البداية بيسوي صفر ونون بيسوي ايه صفر اذا السابت الواحد ده بيسوي صفر لان الحركة من البداية ما كانش فيه مسافة يبقى على طول الفيه بتسوي صفر ونون بتسوي صفر والثابت بيسوي ايه صفر تعالى بقى كده لما ثابت بيسوي صفر اصلاح فيه بيسوي نون تكعيب ناقص نون ايه تربية عند نون بيسوي بيسوي ثلاثة ثانية يبقى فيه بيسوي ثلاثة اص ثلاثة ناقص ثلاثة اص اتنين بيسوي 18 سنتيمتر يبقى مسألتي كده خلست يبقى جبت البعد عن النقطة بيسوي 18 سنتيمتر والسرعة بيسوي 21 سنتيمتر على ثانية تعالى نشوف كمان التطبيق طبعا لما جينا في المسألة دي هو الداني العجلة فانا روحت على طول جاي بالتكامل بتاعها فالداني السرعة وجبت التكامل طبعا البداية الحركة من السكون طالما الحركة من السكون يبقى على طول عين بيسوي صفر ونون بيسوي صفر فعودت وجبت كيمة السابت تلعي السابت بيسوي صفر طبعا جيت بقى كاملنا السرعة ادتني المسافة فلما اداني المسافة برضو الحركة بدأ من السكون ففيه بيسوي صفر ما مشيش اي مسافة والزمن بيسوي صفر السابت التاني دي بيسوي صفر عوضنا بيها وعوضنا عن نوم بتلاتة طلعنا الكيمة في كل من السرعة والعجلة نشوف كمان تطبيق على هذا الموضوع بص بعية اذا تحرقت نقطة مادية فكر كده كويس وانسبك مهلة للمسألة اذا تحرقت نقطة مادية من السكون بعجلة ثابتة ساوي ستة سنتيمتر لكل ثانية تربيع فاوجد كل من سرعة الجسم وبعده عن نقطة البد الحرقة بعد اربع ثانية ده مدين العجلة العجلة مدهاري ستة سنتيمتر على مربع الزمن لكل ثانية تربية طيب يبقى انا لما اجي احتاج السرعة اقول تكاب للستة بالنسبة للزمن خلاص دي الوحدة يبقى هنا السرعة بيساوي كامل ستة يبقى ستة نون زائد ايه ثابت ستة نون زائد ايه ثابت طيب انت بدأ الحركة لو بصيت الحركة منين من السكون يبقى عين صفر الحركة من السكون يبقى عين بيساوي صفر ونون بيساوي صفر اذا السابت بيساوي كام صفر يبقى اصبحت السرعة عين بيساوي ستة نون عند نون بيساوي اربع ثانية يبقى عين بيساوي ستة في اربعة بيساوي اربعة وعشرين سنتيمتر لكل ثانية طيب سهلة جدا طيب عاوز ايه تاني عاوز بعده يبقى عاوز المسافة تعال على السورة اللي هي دي هنعمل ايه يبقى هيدا المسافة فيه بيساوي تكامل العين اللي هي ستة نون بالنسبة للزمن يبقى هنا ستة نون على اتنين ستة اوز اتنين على اتنين زائد مقدار ايه سابت يبقى الفيه اصبحت تلاتة نون تربيع زائد ايه سابت قدل عنده نون فيه بيساوي سفر نون بيساوي سفر وفيه بتساوي سفر يبقى السابت بيساوي سفر يبقى على طول فيه اصبحت ايه عندي فيه اصبحت موجودة عندي معلش الفيه اصبحت اه تلاتة نون تربيع تلاتة نون تربيع تعال بقى كده تلاتة نون تربيع عند نون بيساوي اربع ثانية يبقى الفيه اصبحت ثلاتة في ستاشر يديني تمانية واربعين سنتيمتر يبقى البعدها بيساوي 48 سنتيمتر والسرعة بيساوي 24 سنتيمتر على الثانية يبقى البعد بيساوي 48 سنتيمتر والسرعة بيساوي 24 سنتيمتر على الثانية طبعاً إنت لما تيجي بتبص المسائل بتتخض منها مش عاوزك تتخض ده هي بسيطة جداً 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 يبقى لو أدك العجلة بتعمل إيه؟ نكامل يديني إيه؟ السرعة لو أدك السرعة بتعمل إيه؟ تكامل يديني الإزاحة أو المسافة اللي موجودة عندك بتعود عن الحاجات بالمواطيات الموجودة عندك في المسألة بيكي متثابت في كل مرة وبتبدأ تشتغل عادي جداً جداً بكل بساطة وبكل حدود إنت بتعمل إيه؟ أنا أقول كمان التطبيق ونشوف إحنا بنشتغل هذا التطبيق إزاي وخلي بالك إن إحنا بنطبع على التكامل والتكامل هي عملية عكسية للمشتقة تعال نشوف التطبيق كمان بيقول لك إيه في هذا التطبيق؟ بيقول لك إذا كانت المعادلة عين بسوق خمسة زائد ثلاثة نون سنتيمتر لكل سانية يبقى هنا مديني السرعة خلي بالك إقرأ المسألة كويسة أول ما تدنيش العاجلة تمثل العلاقة بين السرعة وإيه؟ والزمن يعني إيه السرعة والزمن؟ إنت لو بصيت على إيدك يمين السرعة وعلى إيدك الشمال نون اللي هو الزمن لنقطة مادية فأوجد العلاقة بين المسافة والزمن يعني بيقول لك يا عم الباشا جب لي المسافة أقول لزحر إذا كانت المسافة أربعة سنتي عند نون بساوي واحد تعال كده إيه الله ده بيديني السرعة يبقى أنا لو كملت السرعة هيديني إيه؟ المسافة جبها لي مباشرة وإنت تقض المسألة تعال أهو الإزاحة أو المسافة بيسوي تكامل خمسة زائد تلاتة نون بالنسبة لنون يلا نكامل تعال خمسة نون زائد تلاتة نون قسي اتنين على اتنين زائد إيه؟ ثابت التكامل هادي فيه قال لي فيه بتسوي كام؟ نسمي دي واحد عنده فيه؟ بتسوي أربعة سنتي ونون بيسوي واحد ثانية تعال يبقى على طول آه فيه باربعة ونون بواحد يبقى خمسة في واحد بخمسة زائد تلاتة على اتنين زائد ثابت يبقى دي أصبحت خمسة زائد تلاتة على اتنين بواحد ونص يبقى ستة ونص يبقى الثابت بيسوي أربعة ناقل ستة ونص أربعة ناقل ستة ونص يدينا اتنين ونص بالسالب يبقى السابت أصبح اتنين ونص اللي هو سالب آه خمسة على اتنين أصبحت فيه إيه؟ فيه بيسوي بتعويض في واحد بتعويض في واحد أصبحت فيه بيسوي خمسة نون زائد تلاتة على اتنين نون تربيع ناقص خمسة على اتنين هذه المسافة يبقى أنت لما تيجي تقرى المسألة ما تتعبش نفسك وتخلي بالك من النقط دي بيقولك إيه؟ إذا كانت المعادلة عين بيسوي خمسة زائد تلاتة نون سنتيمتر على إيه لكل ثانية تمثل العلاقة بين السرعة والزمن لنقطة مادية فأوجد العلاقة بين المسافة والزمن إذا كانت المسافة بيسوي أربعة سنتي عندما نون بيسوي واحد سنة فقلت لك الله ده مديني السرعة يبقى أكاملها يبقى فيه بيسوي تكامل الخمسة زائد تلاتة نون بالنسبة للزمن فيه بيسوي أكامل خمسة بخمسة نون زائد تلاتة على اتنين نون تربيع زائد ثابت تكامل قالك إيه؟ قالك إن فيه بتسوي أربعة سنتي هو اللي من دهالي ونون بيسوي واحد سانية عوضت بأربعة واحد سانية جبت كيمة السابت تلعى سالي بخمسة على كام على اتنين وعوضت عن في واحد اللي هو هنا يبقى خمسة نون تلاتة على اتنين نون تربيع ناقص خمسة على اتنين اللي هو كيمة السابت وخلصة قدل إيه؟ قدل المسافة اللي موجودة عندنا اللي هو العلاقة بين المسافة والزمن دي هي العلاقة بين المسافة والزمن بكده خدنا تطبيقين وده أهم حاجة يكون موجودة عندنا هناخد بعض الحاجات اللي نمهت بيها ونشوف احنا هنفكركم بيها بحاجة جديدة النهاردة تذكر أن عمليات التكامل علشان خاطر أن يحتاجها فيما بعد تعال نشوف بعض التمرينات تفتكر بعنوان تذكر أن تمارين للتذكر أول تمرين بيقول لي إيه؟ بيقول لي اوجد تكامل سين تربيع ناقص ثلاثة كل قص خمسة في اتنين سين بالنسبة للمتغير سين دعالة نشوف الحل ونشوف احنا بنعمل ايه كوس كل قص خمسة الكوس دي بتداخله مقدار عاوزين كده نشتق المقدار اللي جوه كوس ثلاثة اتنين سين الله ده دي المشتقة بتاعتها يبقى أنا على طول أعمل ايه؟ تكامل الكوس بس تعال نكامل الكوس ونشوف اهو يبقى هنا على طول سين تربيع ناقص ثلاثة كل قص ستة على كام على ستة نكتبها واحدة على ستة كده عشان نخلي شكلها مظبوط ادي زائد ايه؟ سابت هو ده النتيج بتاعها تعال برضو نبص كمان تمريج يبقى أنا لما يجي لي اي حاجة كوس داخله مقدار المقدار ده أبص كده للمشتقة بتاعته ألمح لما ألمح الحاجة اللي موجودة دي أبص للمشتقة بتاعتها تلعت موجودة في قلب المسألة أول ما يكون موجودة يبقى كامل الكوس بس طيب في نفس المسألة وسؤال تاني راح عامل حاجة جديدة قوي ايه هي؟ قال لك تكامل هنا سين تكعيب ناقص واحد قصة اثنين وهنا سين تربيع بالنسبة لسين قال لك توجد التكامل ده أنا بفكرت جي أهتفكر المقدار ده كوس والسعادة وجوه المقدار ده لما أجه أشتق أتطلع تلاتة سين تربيع لكن موجودة عندي برة سين تربيع بس يبقى أعمل ايه أضرب في كام في تلاتة برافو عليك يبقى هنا هقول بالضرب بسطا ومقام ومن في كام في العدد تلاتة يبقى أنا لما قلت كامل أعد أضرب أسمت كده على تلاتة واضرب في تلاتة ادتني صورة القانون تعالى بقى كده أدي المشتقة أدي الكوس والمشتقة ما بداخل الكوس اللي هو ده يبقى تلت سين تكعيب ناقص واحد قس تلاتة على كام؟ على تلاتة يبقى أضرب في تلاتة زائد سابت تعالى نشوفها كده يبقى بيساوي تسع في سين تكعيب ناقص واحد قس تلاتة زائد مقدار سابت شفت بقى أنا عملتي ايه هنا؟ هنا على كوس قس سعدة المشتقة ما بداخل الكوس تلقت تلاتة سين تربيع اللي هنا سين تربيع يبقى محتاج أضرب في تلاتة طالما ضربت البص هنا في تلاتة يبقى أضرب المقام في تلاتة اهي يبقى دل في مشتقة المشتقة آآ التكامل والكوس على طول ما ديش دعوة بدي وأقول تكامل والكوس على طول أزود القس واحد وأصب على القس الجديد وخلص زائد ايه؟ سابت التكامل لأن التكامل دي غير ايه؟ محدد تعالى برضو ناخد تمرين كمان دايما تخلي بالك من الحتة دي وتشوف انت بتعمل ايه وتكون آآ يعني تتعامل معها بأناقة وشياكة زيادة عن اللزوم تعالى نشوف الفكرة اللي جاية دي بيقولك تكامل خمسة سين زائد تلاتة كل قصة أربعة بالنسبة للمتغير سين بسيط يلا نفكر مع بعض على قوس وجواه مقدار من الدرجة الأولى كل قس عادت بفيش حاجة بره مضروبة فيه بنعمل ايه؟ نزود القس واحد ونقسم على القس الجديد على مشتكة ما بداخل القوس تعالى نشوف الكلام ده زائد مقدار سابق تعالى كامل القوس خمسة سين زائد تلاتة كل قس كام خمسة واقسم على كام على الخمسة الخمسة اللي هي دي خلي بالك أسمت عليها تعالى معامل سين كام خمسة أهو اللي هو مشتكة ما بداخل القوس زائد مقدار ايه؟ سابق يدينا واحد على خمسة وعشرين في خمسة سين زائد تلاتة كل قس خمسة زائد مقدار ايه؟ سابق كده من ضمن الحاجات اللي انت لازم تخلي بالك منها وتتعامل معاها بكل دي قاعدة تانية تعالى كمان حاجة تمرين تذكر أن مهمة جدا أن انت عشان يربطك بالدروس ببعضها وتفتكر احنا القواعد اللي احنا بنشتغل فيها ايه؟ وباستمرار هنعمل تذكر أن في كل حلقة من الحلقات تعالى كده تمرين كمان ونشوف هنعمله زي وربنا هيوفقكم لأن الموضوع أبسط من الخيال تعالى نشوف تكامل سين في جزرق سين تربيع زائد واحد بالنسبة لسين بسم الله ما شاء الله طيب ايه الشكل اللي انت عملته ده؟ ايه يعني ايه اللي انت بتعمل طيب ما احنا دي؟ يعتبر كوس هنفق كل قس نص بالنسبة لسين تكامل مشتقد دي ايه؟ اتنين سين يبقى اضطر اضرب في كام؟ في اتنين واقسم على كام؟ على اتنين يبقى بالضرب بسطا ومقاما في العدد اتنين تعالى نبص يبقى هنا مشتقد ده هو ده يبقى نص في سين تربيع زائد واحد كل قس ثلاثة على اتنين هزود واحد واقسم على ثلاثة على اتنين يعني اضرب في اتنين على كام؟ على ثلاثة زائد مقدر ايه؟ زائد ايه؟ ثابت التكامل اللي اتنين راحت معا اللي اتنين يبقى تلت في سين تربيع زائد واحد كل قس ثلاثة على اتنين زائد ايه؟ ثابت تعالى نشوف كده الكلام ده يبقى تاني يبقى تكامل سين في الجزر التربيع السين تربيع زائد واحد فكت بالنسبة لسين فكت الجزر كل قس نص مشتقد ما بداخل قوس اتنين سين يبقى اضرب بسطا ومقاما في العدد اتنين يبقى هنا اتنين واسمت على اتنين يبقى دل في مشتقدها النص اهو مليش دعوة بيه اعود تكامل دي خلص يزود القس واحد واقس مع القس جديد القس لما انا زودت واحد اه وخلي بالكواب اللي بحسبها ازاي بسرعة اه واحد زائد اتنين يدينا تلاتة على الاتنين اللي هي دي اه طبعا بدل ما اقول على تلاتة على اتنين قلبتها وخليتها معامل دم يبقى نص في اتنين على تلاتة دي راحت معدي دين تلت سين تربيع زائد واحد كل قس تلاتة على اتنين زائد ايه سابت يبقى انت كده لما تتلاقي دلة في داخل القوس اه كل قس عدد في مشتكت ما بداخل دلة بكامل القوس على طول لما بتلاقي دلة عادية كسيرة الحدود بكامل كل حد من حدودها من غير اقواص ولا اي حاجة بكامل كل حد من حدودها وتعامل معها طيب لما ديجي مثلا دلة اه اسم تدلتين اه لما تشوف تكامل اسم تدلتين تعال نشوف كده ونشوف احنا بنعمله ازاي بيقولك ايه جيت تكامل سين تكعيب ناقص تمانية على سين ناقص اتنين بالنسبة للمتغير سين خليك ناصح ما تخليكش ان انت اه تعب نفسك في اي حاجة تعال نشوف كده فقل مع بعض سين تكعيب ناقص تمانية الله على سين ناقص اتنين دي شكل من اشكال التكامل طيب اتعامل معها ازاي افكر فيه ازاي اعمل ايه فيه ايه دي الشكل دي ما مردش فيه قبل كده طب انا عاوزه يبقى شكل من الاشكال صورة من الصور اللي انا بكاملها فابسط هذا الشكل يبقى كده لما يديني قسم الدلتين اعمل ايه ابسط هذا الشكل تعال انبسط كده ابسط هاشا اه شكل نشوف كده على طول قصه غير تحلل وبعدين ايه ربع غير اضرب ربع على سين ناقص اتنين يلا اهو بالنسبة لسين يبقى اصبحت التكامل سين تربيع زائد اتنين سين زائد اربعة بالنسبة لسين يلا زود القص واحد وص مع القص جديد يبقى سين قص تلات على تلات زائد سين قص اتنين على اتنين راحت مع الاتنين زائد اربعة سين زائد مقدار ثابت وده الناتج بتاع التكامل بكده طبعا احنا اه كل تسعين بيكو وكل حصة ان شاء الله هنعمل اه براجعة بسيطة اللي هي تذكر انا هناخد تملين والاتنين على قد ما نقدر وان شاء الله ربنا يوفقكو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة